عندول التابع عصابكfirst кадعي آآ لا حلو كنت مرتاح ونتي تفعل آآ يعني بقى مبسوط قوي ان احنا نبقى منظمين دفعية يعني عم نبقى منظمين دفعية ايوبا سهلة بالنسبة لكي جدا اخطائك قوليله قوي مشاكلك قوليله جدا آآ فبتبقى مستريحة ما عندكش ازمة اCHN help عن الهجومية شوية لأنت مركز قوي دفعياً فاجعل حالة الدفعية الهجومية ولكن أنا يعني ملاحظة إن كل الناس بتتكلم على نص الملعب هم أحسن لا أنا واجهة نظري أفضل تلاتة التلاتة اللي قدام برستاول اللي مش عاجب الناس ده واجهة نظري ده عمل مات شهائل وحسين الشحات وحسين اشرح بقى عشان متخيل انتهتول إيه آه يعني أنا يقول لك إيه مسألتها دول إيه بحلوين عوي لو جابوا جوال الناس عادي ولكن كده جابوا جوال يبقوا جامدين جدا عشان إحنا منتظرين منهم الجانب الهجومي صح ولكن لما يبقى عامل الجانب الدفاعي بالشكل بتاعي النهاردة لو أنت بتقول إن نجح دفعياً فتأكد هم التلاتة دول الأول تلاتة دول ملتزمين أنا شفت حسيني الشحات في الدقاءة 80 في كرة بدمغل بيطلعها من جنب عبد المنع صح تحسين آه فالالتزام دفعياً قاتل برستاول نفس القصة ده ما أثر على الشكل الهجومي وده طبيعي وسامة بقالي كمان نهاردة عامل مجبوط خيار لا وسامة قدال عادي بتاعه آه لا ببايتش بتكلم عليه أنا تكلمنا فاكر لما تكلمنا على الحتة بتاعت التحليل بتاعته وانت بتاني كمان إن لما أنت فرقت عليه من الملعب بالزبط قد إيه وسامة حركاته عظيمة وشولة عظيم في الملعب يمكن اتأثر النهاردة شوية وجهة نظري إن إمام ما كانش في حالته صح الهجومية فطبيعي هو اللي بيمدوا دايما التلاتة يعني حسين وبرسي وإمام وبرسي دي ودولي التلاتة اللي بيتشغلوا وسام هم مش أفضل حالة هجوميا فهو متأثر فده طبيعي ولكن دفاعيا أيوة لا يعني اللي أربعة أو التلاتة اللي فوق أنا دايما أقول التلاتة اللي فوق النهاردة كانوا مميزين جدا دفاعيا والله يا كابتور إيضا أنا بشكرك أن دي البداية أصلا في تحليل المباراة عشان ده تحليل في منتهى الأهمية أنه كتير قوي من الناس أنه أنت بقى مدرب فالناس المشاهد عادي يقول لك إيه أبو سامة بعالي ما جابش جول النهاردة وحش بيرسي تاو ما جابش جول وحش حسين شحابت ما شاطش شوتة حلوة فواحش كده يعني إنت عايزي يعني دايما أنت بتقدم برنامج إنت لك أهدف في البرنامج صح وعايز أطلع كريم بشكل معين صح اللي تكسب بيه إلعب بي مظبوط من أنا ممكن في أي وقت أنا ممكن أكسبك حل فهو دفعيا نواقف مستني فمقال للضغط مهما كان علي ومع ذلك كمان هما دفعيا كانوا مميزين وشكل الحالة الدفعية أنا دايما بشوف أنه كانت من أهم مميزات كله اللي نهضه في الحالة الدفعية أنا هو في الحالة الدفعية كان بلعب أربعة أربعة أثنين أربعة أربعة أثنين اللي كن اللي هما مين وسام وإمام جنب بعض فجأة أحسين بينزل هو برسي تاو ومع مروان ومع أكرم بين أربعة والأربعة اللي في خط الظهر فالحالة الدفعية دي من أهم أنا الكلام ده أقول لك حاجة أنا يمكن أنا وأنا بشتغل في الحالة الدوري ما كنتش بدافع بالشكل ده بس من كترة من عدت الفترة الفترة بتتفرج على مرشات كتير اكتشفت أن دي أنسب طريقة دفعية من وجهة نظري تناسب الفرق بتدي تخصصات أنه أنت تبقى كل لعيب تقريبا بيلعب قريب من لعيب واضح بالنسبانه ما فيش حركات كتيرة يبقى أنت فيه 8-3 بتحركوا ده ما كنتش عارف تمسك مين لا ما تلعب أربعة أربعة أتنين دفعيا بتبقى الأمور بالنسبة لك واضحة اللي هي فلات أنا أربعة أتنين من غير بقى أدوار مركبة ما فيش أدوار مركبة برافو علي فتبقى سهل عشان كده النهاردة الأهلي كان شكله دفعيا ما كانش فيه مشكلة ليه أي لعيب بيمسك كرة في نص الملعب هو حوالي أربعة أربعة اللي هم مين مثلا نحاة اليمين عندي رامي ربيعة محمد هاني أكرم برستاو أدوار بقى هو بيستلم في الحتة دي فأنا أفوست أربعة هتاخد يمينها هتلاقيه يتليني وموجود هتاخد قدامها هتلاقيه يواقف صح والحالة التانية روح نحاة التانية تلاقيه عبد المنعن كان عالم علوله أو كريم عالم الحقش يلعب جنبه مروان أو إمام بينزل في الحتة دي واحسني الشحاة واحسني الشحاة فأنت في طول الوقت أنت في شكل الشكل ده أنت في وسطنا يعني أنا وإنت هنا تنين فيه تنين جنبنا هنا فأنت في النص هتروح فين في طاقتها فيضطر يعمل ايه طويل الطويل لتصلح دايما الفرق طول ما أنت وقف الدفعين كواس فأي طول هتلع بره مش هتلع منظم أنا أنت مش بدك مساحة أساسة أنا أنت ما عندكش مساحة هتجي الوقت تشتغل فيها طول ده ينجح إمتى لو أنا بضغط فوق قوي ففي مساحة كبيرة يشتغل إنما طول ما أنا بقف في الزون ده لما أجاب في الزون اللي في نص الملعب المسافة من بعد خط الزون ده لحد الثمانتاشر حوالي عشرين مئة يارضة لو الكرة طلعت في الهوى عشان تعديني بعدي بعشرة يارضة والعشرة يارضة تنبوت عمصطفى فخلاص مفيش مساحة فانت موت له حتى اللعبة وهي دي أصلا يعني الترجي اللي كان بيلعب عليها أصلا في سانداؤنز في المباراتين برافو علي أنا هارمي الكرة طولي ودي النهاردة واضح جدا أن مارس الكرة مزاكر كويس جدا بالضبط اللي هو أنا نقطة قوتك أنا هارف أتعامل معاه وأنا عايز إيه؟ هو عايز يطلع باللمطش كده يعني الكولر عايز يطلع باللمطش ده ما يخش فيها جول مش عايز خلفيها حاجة ولو فيها ده فيها خلاص الدنيا تمام بالنسبة لي الفكرة كلها إن أنت تأثر شوية شكلنا الهجومي طبعا وده وارد طرح ما أنت مركز أوه في حتة الدفعية كان هيبقى أحسن أهيبقى أفضل الأدايا الهجومي كان هيبقى أحسن آه طبعا لأنه هو الوحيد اللي بيطلع أواش طيب طيب ناس ويبتتفرج على المباراة أنا حتى شوفت الكومنس بعد المباراة لا أنت كان ممكن تكسابهم لا أنت كنت محسن فيها بحسن من كده لا أنت مضايعتش كتير لا كان المفهود إنه هاجم إحنا ما كنا بندفع ليه التراجي مش في رأة قوية جدا التراجي في رأة عادية يعني الناس بتقول كده إحنا اللي خلناها عادية حلوة دي حلوة دي نقف بقى عشان نتكلم الله يفتح عليك لا دي حيلك جميل إحنا اللي خلناها عادية هي مش فرقة عادية أيوة بس بنراحك كده عشان الناس تبقيه فاهم إحنا راحين فين وجيين منين الفرقة مش عادية فرقة جواسة تلعب نهاية أفرك مظبوط مرافو عليك إحنا اللي خلناها عادية يعني خلناها ده وقفتك الصح تمركز وهدوءك خلت فرقة شكلها هي مش عارفة تعمل حاجة فبالنسبالك بقى في روحش هي مش في روحش طيب خلنا ناخد سيناريو تاني لو أنا جذفت وبدأت هاجم و أعمل شكل اللي أنت عايزة أعمله وجي فيه هدف أول كلمة هتقول لي إنت فتحت لي ما إحنا كنا مقفلين وقصدين نطلع برموتش كده صح جدا سيناريوهات في مصر معروفة ولكن أنا بشوف ده المدير الفني شوف اللي أنت عايزة تعمله وعمله مهما كان الانتقادات ومهما كان الكلام لأن أنت في الآخر اللي هتكسب وانت اللي هتناس هتقول لك برافو هاي صح ولو حصل حاجة هاي اللي ممكن أنت فأنا في الآخر قرارك لأن كل حاجة بتحصل هو فيه فيه طيار عكسها ده قاعد في الكرة في مصر بالأخص لا وفي العالم أنت هتهاجم هتاخد ريسك هجومي كبير جدا في المبارات خارج يعني مثلا ريال مدريد بس ريال مدريد اشتغل تحولات في المباراتين قدام منشستر لازم اشتغل كده بالظروف المبارات كده هنا باحترم كلها في الحتة دي أنه هو اللي أنا عايزه أعمله حاجة تانية احنا كنا دايما بننتقدوا في حتة التغييرات شوية ايوه أول مرة ما انتقدوش ليه لأن احنا برضو عشان هو برضو يبقى فاهم ان احنا لما بنقول التغييرات لما تبقى حالة الفرقة مش كويسة أنا هنا محتاج تدخل عشان كده أقولك اللازم تدعم البدري صحيح طيب حالة الفرقة متماسكة ما تغيرش أنا ضد التغيير أساسا يعني بفكرة التغيير لازم يبقى مبرر طيب الفرقة متماسكة وحسين بينزل حتى مزيع كان فريدة سليم نازل فبيقول هيخرج حسين أنا قلت بقى كارسة لو خرج حسين أنا وانا يقعد هو بيقول هيخرج حسين أنا مش شايف لسه الصورة ما جاد عشان حسين في الأول وآخر إحنا كمشاهدين عاديين شايفين حسين شط شطة وحشة لا هو القرار في الأخير وحش بس أنت بصص له من ناحية التكتكال لا حسين خرج بالضبط أبرافه عليك هي دي فلما قالها يخرج حسين قلت لا لا حسين خرج في التقوية كارسة بالنسبة لي ليخرج برستاو طبعا وفعلا الحمد لله هو خرج برستاو هنا فأعمال لك جابها شوية عايز يمن نشط هنا وعندك أفشة الحاجات السرهات دي مهمة جدا برضو هم أقل بالك أفشة لما نزل وطرهم صح رجعهم كمان الورق أبرابه عليك حتى لو لقب مش في حالته هو الخلفية بتاعة المطشاط اللي قابل كده والسيفي بتاعه في النهائيات يوطر الكفراء صح فتبدأ تعمليه لا أنا عم أنا هطلع باللقاء أنا عايز أطلع على صفر سر وهديك دليل أفشة أول ما نزل كان مثلا تراجي معظم الأوقات بلعب ضغطة عالي على الآل لا رجع رجع بقى ميديام بلوك ومن نص الملعب بيحاول يضغط ما بيضغطش من قلدان قيمة اللعبة هنا صح أوقات ما بتبقاش إنه هو مرضود وفي الملعب قدميه بقى مرضود النفس سمعة اللعب دوة إيه رفو عليك فحاجات دي حاجات تفاصيلها صغيرة بس مهمة في الكورة طيب